ينوي الإطار التنسيقي الموالي لإيران في محاولة تبدو عيسة بحسب مراقبين للأزمة السياسية في العراق الذهاب بعيدا في إقصاء التيار الصدري عن العملية السياسية بتحالف سياسي كبير باسم إدارة الدولة يجري الترتيب للإعلان عنه بشكل رسمي قيادات في الإطار التنسيقي أعلنت في تصريحات وتغريدات عن تشكيل تحالف جديد يضم القوى العربية السنية والكردية بالإضافة إلى الإطار التنسيقي في خطوة تهدف إلى استئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة التحالف هذا جاءت التصريحات بشأنه عقب اجتماع جمع قيادات من الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني وتحالف العزم إلا أنه لم يكن هناك أي إعلان رسمي عن تشكيله اتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أكد على لسان متحدث باسمه عقيل الرديني عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل الاتلاف مشيرا إلى أن المعلومات عن توقيع اتفاق على تشكيل اتلاف إدارة الدولة غير صحيحة وأن ما يجري هو مجرد مباحثات فقط مصدر مقرب من تحالف الفتح أكد أن العمري وقيادات بارزة في الإطار التنسيقي تخلفوا عن حضور الاجتماع نافيا الحديث عن التوصل لاتفاق النهائي لفتا إلى ضرورة الوصول لتفاهمات مع التيار الصدري من أجل عدم التصعيد في الشارع وتداول ناشطون وثيقة تتعلق بإعلان التحالف الجديد تضمنت نقاط أكدت اتفاق الكتل الداخل بإتلاف إدارة الدولة على توقيع وثيقة اجتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار الصدري مبينة أن الجميع اتفقوا على عقد جلسة للبرلمان كما تضمنت تعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات بعد عام من التعديل وأن يتم تشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات الانتخابية ولم تؤكد تلك المعطيات بشكل رسمي أي من القوى السياسية التي تشكل جزءا من هذا الائتلاف الجديد وسط ترقب لموقف التيار الصدري الذي ما زال ملتزما الصمت إزاء التطورات الحالية